احتلت إيران المركز الأول عالمياً من خيث عدد المهاجرين وفقاً لتقرير صادر عن صندوق النقد الدولي من بين هؤلاء المهاجرين الأكاديميون والمعلمون والأطباء وكذلك بعض أبناء المسؤولين الذين هربوا من الداخل للبحث عن فرص أفضل بعض التقارير تتحدث عن أن خلال الفترة الفهلوية كان عدد المهاجرين الإيرانيين لا يتجاوز 50 ألف مهاجر بينما بعد الثورة وفقاً لتقارير مؤكدة من الداخل الإيراني يتحدث هذه التقارير عن أن 150 ألف إيراني يهاجرون سنوياً إلى الغرب وإلى الشرق هذا يؤكد أن هناك خلال الماء أي شلائح المجتمع الإيراني تسعى للهروب من البلاد؟ ما هي الدول التي يهاجر إليها هؤلاء الإيرانيون؟ هل يفكر المهاجر الإيراني بالعودة إلى البلاد بظل النظام الحالي؟ هذه الأسئلة وأسئلة أخرى نناقشها سوياً مع ضيفنا الدكتور سانا برق زاهدي رئيس لجنة القضاء في المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية أهلاً بك يا دكتور زاهدي بداية ما هي الأسباب التي تدفع المواطن الإيراني إلى الهجرة ومغادرة البلاد؟ نعم أولاً إذا سمحتم لي أن أقدم نفسي لأنني أيضاً من الناس الذين غادرتوا البلد أنا شخصياً كنت رجل دين في فترة ما ست سنوات درست في قمب وفي إصفحان في الحوزات الدينية وبعدين دخلت الجامعة الأم في تهران من كلية القانون ودرست وحصلت على بكاليريوس والموجستر والدكتوراه وبعدين عملت المحامات وأيضاً درست الغانون في جامعة تهران وبعد في عام 1983 أستررت بعد السنة من العيش في هالة خفاء أستررت من ترك البلاد أعتقد أن هناك وتبعاً عديد من أصدقائي ومن زملائي في العمل في الدراسة أعدموا أو أعتغلوا أو شردوا وخرجوا من البلاد المهم أعتقد أن العامل الأول لهذه الهجرة الكبيرة من إيران التي لم يسبقه مثيل في التاريخ الإيراني أن في البغت الهالي ليس هناك إحصائية محددة لعدد المهجرين لكن مجمل الإحصائيات تقول أن هناك ما بين ستة إلى سبعة ملايين إيراني يعيش خارج إيران وهم خرجوا من الوطن هؤلاء الأسباب الرئيسية لهذه المهاجرة الكبيرة لهذه الهجرة الكبيرة هي أولاً الغامع يعني السبب السياسي وسانياً هناك مختلف العوامل لأن هذا النظام الذي جاء في السلطة إلى إيران نظام ولاية الفغيه لم يهدي للشعب الإيراني سوى الفاغر والمجاعة والقامع والإيدان والتأذيب والإرهاب والفعش والدعارة وكل السيئات التي يمكن أن نهسيها فهذا هو السبب وراء هذه الهجوم الكبير وهذه الموجات البشرية الحائلة التي تغادر إيران بحثاً عن مأوى وبحثاً أيضاً عن حياة أفضل في الدول الأخرى إذا سمحتم لي أنا سجلت بعض المراحزات لأسباب هذه الهجرة الكبيرة أريد أن أركز على بعض منها نعم نعم بناء على مركز الإحصايات الرسمية الحكومية الإيرانية أدد الإيرانيين الذين يشون خط الفقر الآن يفوق 40 مليون شخص أدد المدمنين للمخطرات هناك أربعة ملايين وتعتبر إيران أول بلد في العالم بالنسبة لعدد السكان وعدد المدمنين تعرفون أن النظام الإيراني أدينا 62 مرة من غبل الجميلة المتحدة والهيئات التابعة للأمم المتحدة بسبب الإعدامات وانتهاك حقوق الإنسان خلال هذه سنوات هناك إغلاق وإيغاف عمل مئات من الصهف والمجلات اليومية في إيران ممارسة 174 نوع من مختلف أنواع التعذيب ضد السجناء السياسيين وتبعاً إعدام 120 ألف من السجناء السياسيين خلال طوال هذه السنوات التي تشمل 30 ألفاً من السجناء السياسيين في بضعة أشهر في عام 1988 نعم تريد أن تقول أن هذه دكتور زاهدي بس كي يكون المشاهد الكريم يعني على اطلاع حول ما نتحدث عنه وهو هل تريد أن تقول أن هذه العوامل هي السبب الرئيسي أو من بين الأسباب التي دفعت المواطنين الإيرانيين للهجرة إذا كان هناك أسباب أخرى مثلاً هذا المستوى الاقتصادي السياسي الاجتماعي يعني الوقت نعم هناك طبعاً نعم كما سهيك هناك طبعاً هناك 11 مليون إيراني يعيش في ضباه المدن الإيرانية مدن الكبرى الإيرانية ولا يتمتون بأدنى شيء من مستوى العيش العيش الكريم هناك كما تعرفون أن مثلاً كتبت كتب موغة هابناك التابع لمجلس تشخيص مسلحة النظام أن 63 من سكان المدن و77 من سكان الغرى الإيرانية يعيشون تخت خط الفقر بالتأكيد هناك أسباب اقتصادية هناك أسباب سياسية هناك أسباب ثغافية هناك مختلف أنواع الغم المتبق على أبناء الشعب الإيراني هو السبب براء هذه الموجات البشرية الهائلة التي تغادر البلاد وكما أشارتم إليه هناك التغارير الداخلية للنظام يقول أن ما بين 150 إلى 200 ألف شخص يخرجون كل سنة من إيران وهذا الكم البشرية الهائلة هذه الموارد البشرية التي تغادر إيران التكاليف التي صرفت لأجل هؤلاء من أجل هؤلاء تصادي تكاليف الحرب الإيرانية الإيراغية خلال ثمانية سنوات نعم واضح هذه النقطة هذه هي التي غاله وزراء النظام دكتور زهد الحقيقة أرغب في استثمار هذا الوقت كل دقيقة من هذا الوقت معكم لمناقشة هذه الحلقة المواضيع وإثراء الحلقة تتحدث عن عدد هائلة من الإيرانيين الذين يغادرون البلاد ولكن لو أرد أن نكون أكثر دقة ما هي شريح المجتمع أو الفئات المجتمع التي ترغب في الهجرة من إيران أو التي تهاجر فعليا الأطباء المهندسون الطلاب يعني لا شك أن لديكم بعض التفاصيل في هذا الجانب نعم حقيقة المهجرين الإيرانيين أو الإيرانيون المواطنين الإيرانيون الذين يغادرون البلاد مؤزمهم من النخبة ومن الزبدة من المثقفين ومن خريجي الجامعات حيث أنا أريد أن أعطيكم مثالا ذلك أن هناك الآن في الولايات المتحدة الأمريكية اللي بحدها هناك أكثر من أربعمائة ألف إيراني على مستوى الماجستير والدكتورة والمهندس والطبيب وخريجي الجامعات نعم والجالية الإيرانية في الولايات المتحدة الأمريكية التي أكبر جالية إيرانية في الخارج هم أكثر الجاليات الخارجية الموجودة في البلاد المتحدة تثقيفا بناء على الإحصائيات الرسمية من المراكز التعداد السكاني في البلاد المتحدة الأمريكية فالناس الذين يغادرون البلاد هم من الناس الذين هم لديهم الكفاءة والشعب الإيراني صرف عليهم لأجل الوصول لهذا المصطفى من الثقافة ومن التعليم هؤلاء هم الذين لا يستطيعون أن يعيشوا في ظل هذا النظام الغمي الحاكم وهم الذين يسترون للخروج نعم دكتور أنت تحدثت عن نقطة مهمة جدا وهناك الحقيقة الكثير يتحدث عن أن بعض المهاجرين الإيرانيين وخاصة من الباحثين وأساتذة الجامعات تمكن النظام من الوصول إليهم وإما إرغامهم بالضغط أو بالإغراء للعمل لصالح النظام وبالتالي هناك ما يسمى باللوبي النظام الإيراني في أمريكا أو في بعض الدول الأخرى ما هو حجم هذا اللوبي إنصح التعبير وكيف وصل النظام إلى هذه الفئات المتعلمة المثقفة حتى يستطيع أن يقنعهم وهم الذين هربوا من البلاد وأستطاع لاحقا أن يقنعهم بالعمل لصالحه إذا كان ذلك صحيحا نعم أعتقد أن هؤلاء الذين يأمنون لصالح النظام الإيراني في الخارج بالتأكيد لا تجاوز نسبتهم لا تجاوز نسبتهم واحد بالمئة منهم يعني حقيقة كما تعرفون منذ أهد خاتمي وبعدين أحمد نجاز وروحاني هم بدلوا كل جهدهم لعودة هؤلاء لعودة هؤلاء إيران لكن لم يقبل منهم أن يعودوا مرة أخرى في ظل نظام بلاية الفغيه الحاكم في إيران بالعكس تماما الموجة المتزايدة للخروج الموجة تزايدة للخروج وفيما يتعلق باللوبيات الإيرانية خاصة في بلايات المتادر الأمريكية التي تحدثتم أنا هؤلاء هم من مرتزغة النظام الذين جاء بهم إما كانوا من الغريبين جدا من المسؤولين إذا صحيح تعبير في النظام من أمثال محمد جباد زريف أو غيرهم هم الذين يعمل لصالح النظام لكن هؤلاء لا يمكن أن نسميهم أنهم من الجالة الإيرانية بالعكس تماما أنتم تعرفون أن هناك في كل سنة نحن بصفتنا المغامرة الإيرانية نغيم المؤتمر السنوبي العام للمغامرة الإيرانية تتفافد إلى هذا الاجتماع أكثر من 100 ألف خلال السنوات الأخيرة من مختلف بلدان العالم إلى باريس لإحياء هذا الاجتماع فمأن ذلك أن الإيرانيين الذين يشعون في الخارج هم كلهم ضد النظام الإيراني هم يتتلون إلى يوم يتخلص الشعب الإيراني من هذا النظام ليأودوا إلى الوطن هذا سهي لدى أبناء الشعب الإيراني الذين يشعون في الخارج ما أنهم مناسب لكن الانتماء الوطني لهم ثابت وهم يريدون العودة إلى إيران لكن إيران خالية من الملالي وخالية من القام وخالية من الحرس وخالية من كل هذه التغمة التاغية التي تحكم إيران في الواحد الهادي نعم كيف هذه نقطة مهمة وربما مشجعة أن تقول أن فئة قليلة من المهاجرين الإيرانيين يعملون لصالح النظام أو تمكن من الوصول إليهم لكن السؤال كيف ينظر المثقفون والأدباء والمفكرون الإيرانيون في المهجر إلى هذه الفئة الصغيرة التي ربما تضرب بهم ولا تنفعهم خاصة في المهجر وربما لدينا مثال صريح في الولايات المتحدة الأمريكية والقضايا التي رفعت على بعض المرتبطون بالنظام الإيراني وأنت تعرف الأسماء لأن نريد أن نذكرها نعم أنت ما نعرف الأسماء أستاذ محمد أنت تعرف أننا نحن بصفتنا المغامرة الإيرانية والجالية الإيرانية التي تعيش في البيئات المتحدة الأمريكية وهم من أنصار المغامرة الإيرانية هم استطاعوا من أن يعملوا مجموعة كبيرة جدا في الكونغرس الأمريكي وفي الإدارة الأمريكية وكما تعرفون في الاجتماعي الذي أشرته إليه في العام الماضي في شهر جوان في شهر حزيران من العام الماضي إلى هذا الاجتماع ليعبروا عن موغفهم ضد النظام الإيراني فأخصد أن الجالة الإيرانية الحقيقية هم ينزلون إلى هذه المجموعة المنعزلة جدا الذين يعملون لصالح النظام الإيراني هم مجموعة منعزلة لا يلغت لهم لا بالجالة الإيرانية ولا بأبناء الشعب الإيراني هم من مرتزقة ومن عملاء النظام الإيراني الذين يعملون تم постоян انهم إمكانيات عندهم أنظار هائلة يصرفونها لبعض ناس كالذين يعملون في أمريكا وفي الكونغرس. لكن لا يستطيعون من التقدم في أي نشاط. فلذا الحالة العامة للجالة الإيرانية في أمريكا هي ضد النظام الإيراني. وللصالح إسقاط هذا النظام. وللصالح التغيير الديمقراطي في إيران. هؤلاء هم الذين يعملون في الكونغرس وفي مختلف الأوساط الأمريكية أيضا بصالح الشعب الإيراني ومستقبل إيران. نعم واضحة النقطة جيدة يا دكتور. تعلم أنه منذ وصول روحاني إلى السلطة وبعد 2013 بدأ هو وحكومته بدعوة المهاجرين الإيرانيين خاصة من النخب المثقفة والمتعلمة بالعودة إلى البلاد. هل سيستجيب هؤلاء المثقفين والنخب الفكرية والأطباء والدكاترة في كل أنحاء العالم إلى دعوات روحاني بالعودة إلى البلاد في ظل الظروف الحالية. أم أنهم ينتظرون مثلا ظروفا مختلفة سواء فيما يتعلق بالنظام أو في قضية الحريات والديمقراطية في البلاد. حتى يعودوا إلى إيران خاصة وانت ذكرت أنهم مرتبطون جدا بالوطن ويرغبون في العودة إليه. نعم نعم هذا سهيء أن الانتماء البتني لهم ثابت. لكن كما قلت أعتقد أن التجربة التي مرت بهم خاصة في أهد خاتمي الذي كان أيضا يتبجه بأنه يريد الاعتدال والإصلاح. لكن طبعا في ظل نظام ولاية الفغير في ظل هذا الحكم. فأعتقد أن هذه التجربة أثبتت أن النظام الحاكم في إيران في إطار نظام ولاية الفغير. لا يمكن أن يكون موئلا لأي شخص مثقف هر يريد عيش كريم في إيران. وكما تعرفون أن في أهد الملاء الروحاني قبل أشهر. أعلنت منظمة العفب الدولية في شهر تموز من هذا العام. عن فورة الإعدامات في إيران. عد الإعدامات في أهد روحاني. أسبها أكثر من أي فترة أخرى خلال 25 عام من الماضية. حتى أكثر من أهد أحمد النجاد. فمعنى ذلك أن الحالة الإيرانية يأما أن تتغير هذه المجموعة التي تسمى مجموعة بلاية الفغير. وإما لن يكون هناك أي تغيير. لذا وكما تعرف هناك عداد من الإيرانيين الذين يشنون في أمريكا. جاءوا إلى إيران واعتقلون لهم النظام. وهم الأهم في السجون. فمعنى ذلك أن هذا النظام لا يمكن أن يتعقلم مع الواقع التاريخ الحالي والعصر الحالي. لذا هذا الواقع يعرفه الإيرانيون جيدا. ولذا لا يمكن أن يلبه أي ندام من روحاني ومن أي ملة آخر. خاصة فأن روحاني كان منذ اليوم الأول من أركان هذا النظام. وكان لمدة حوالي 20 عام. السكرتيري العام للمجلس العالي لأمن النظام. الذي هو أعلى سلطة سياسية عسكرية أمنية في إيران. وهو الذي قام بكل. اتخذ كل الغرارات بشأن الإدامات. بشأن الإرحاب. بشأن التغسل والتدخل في الدول الأخرى. فكيف يمكن أن يثق هؤلاء المواطنون بروحاني أو أي ملة آخر؟ دكتور جاهدي في دقيقة واحدة ربما أقل. ماذا تريد أن تقول في ختام هذه المقابلة معكم؟ نعم أنا أعتقد أن الإيرانيون الذين ييشون في الخارج كما أعشرت إليه. لا يمكن أن نقول أن هؤلاء كلهم فقط خرجوا لأسباب اقتصادية أو لأسباب معيشة. لا. السبب الأول حقيقة. هو القم المتبق في إيران على مختلف أتياف الشعب. كما تعرفون هناك عشرات الآلاف من أفضل أبناء إيران. هم أعدموا بيد هذا النظام. وغائمة الشهداء الإيرانية تقول أن مجمل المثقفين من الدكاترة وإستراتيج الجامعات. وحتى رجال الدين الذين لم يكونوا مع هذا النظام. هؤلاء عدموا بيد هذا النظام. فبسبب هذه الموجات الكبيرة للإعدامات. المثقفين الإيرانيين لم يستطعوا من العيش في ظل هذا الجو الغمئي الصائد. فلذا هم خرجوا من إيران. لكن كما قلت هم يعرفون أن هناك مجموعة من المقامة الإيرانية ثابتة في الموقف. وهي تريد إسقاط هذا النظام بإقامة إيران. أعتذر عن مقاطعتك يا دكتور. الدكتور سانا بارك زاهدي رئيس لجنة القضاء في المجلس الوطني المقاومة الإيرانية من باريس. شكرا لكم.